هسأل من البداية عشان بس برضو السادة المشاهدين واجبائين نادي الزمالك وعضاء الجماعة العمالية يفهموا ليه كابتن أحمد سليمان في الأصل توجه للإدارة؟ يعني الراجل هذا الاسم هو السفيل الكبير كمدرب لحراس المرمى مدرب تاريخي يعني لحراس المرمى مع جيل زهبي عظيم لمنتخب مصر إيه اللي خليك تفكر في الإدارة؟ ليه ما ما قلتش لأ أنا راجل مدرب حراس المرمى وليه اسمي وليه أنا من أجبل أسماء اللي في مصر فأنا مكمل في الجزية ديت أنا رايح للإدارة ليه؟ خلينا زي أبو حليم حافظ صلى الله عليه وسلم تقول لأ عرف خاتمتي ما كنت بدأت حلو حلو جدا حلو البداية لا الكصة أنا حالي استثنى في كرة القدم يعني مثلا الجهز الفني بتاع منتخب مصر الكابتن حسن شحاتة ستار كبير جدا في نات الزمالك عمل بطولات كبيرة جدا مع نات الزمالك ومدرب لعب ومدرب شوء غريب معه مدرب ولاعب حمالة صدي يمكن أن أمديك أكبر جهاز في تاريخ كرة القدم طبعا طبعا أنا الوحيد اللي ما كنتش نجم في اللعب صحيح طبطي باسم نات الزمالك بسبب العمل الشرطي في سن 26 سنة بدأت أمرن وسكت بفري الأول في نات الزمالك سنة التسعين أو 89 و91 خدت اتنين دوري وأنا لسه ما كملش 32 سنة مع نات الزمالك خدت بطولة أفريكيا مع كابتن جار الله يرحمه خدت الصبر الأفريكي ما كملشش 30 سنة سنة 93 و63 أو 30 سنة واخد 30% من بطولات نات الزمالك فإسمك كبر بمرة واحدة عوض النقص فيه إن أنت ما كنتش تستار في قرط القدم ودي مش شاءل يعني طبعا التدريب والحاجات دي مهنة احترافية بتطويرك بدرساتك بكلام ده جوزي مونيني ودايبا بنيدي المسل لا يعني جوزي مونيني وليس شكور يعني طبعا لو نجم يجبيزة كابتن حسن شحاتها ومدرب كوتي بحاجة كويسة لعيبة طبعا لكن ما كنتش أنا بالحطة دي فالحمد لله تشبعنا البطولات يعني على المستوى سبيه دايما بردده لنا واخد ثلاثة أم أفريكيا مع متخبص واخد ثلاثة العلم في الأرجنتين أكبر إنجاز بترخ كورة مصرية بل إن واحد طبعا واخد اتنين دوري مع الزمالك واخد بطولة أفريكيا مع الزمالك واخد بطولة أفريكيا سعط فرق فده مش موجود مع حد يعني قابت نحسبش حالتها مثال أنا دiverمان باقول خر بالبطولة أفريكيا لكن ما خدش دوري ولا بطولة أفريكيا مع نادي خد كهاز مصر مع نادي المأولين طبعا شاوه غريب خد ثلاثة أم أفريقية أكبر إنجازات كورا ما سي شاوه غريب خد معي ثلاثة العالم لكن ما خدش دوري مدرب كدوري أو بطولة أفريقيا أو بطولة صبر أفريقيا كابتن حاول صدق كزالي فدي ميزتك بسبب ارتباطك في نهاية الزمان عظيم فوصلنا لمرحلة من هذا التشبع وكنت خلاص دخل على منصب اللواء فقلت لأنا أخدم أرد يعني الخبرات اللي أنا أخدتها من عمل الشرطة كأدارة أنا أخدت 25 سنة في دولة وزارة الداخلية من 25 إلى 20 إلى 20 وفي نفس الوقت اللي خدت خبرات في منتخب مصر ونادي الزمالك قلت أخدم النادي اللي عمل اسمه حمد سليم هايل قدمنا في 2014 قدمنا واكتهادنا وسنة 2014 عملنا عمل مؤسسي محترم من أحسن سيئي نادي الزمالك كمجلس إدارة وكعمل وقدرنا نعم في 2014 في قرية القدم وناخد بيه دوري وكيس بلنا بعد عشر سنين ما أخدناش فيهم غير كيس بدأت بقى الخلافات فتجنبنا عن الموضوع وبدأنا نظهر تاني في الكادر اللي احنا جينا نخدم نادي الزمالك لكن الأساس هذا التغيير كان البندل قدامك والهدف اللي قدامك خدمة نادي الزمالك ورد الجيميل نادي الزمالك